في فصل جديد من السجال بين الجزائر والمغرب أعلنت الرباط عن مشروع لتوسيع مباني وزارة خارجية في قرار نشرته في جريداتها الرسمية في خطوة نددت بها وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرتها سفزازا وتشكل مرحلة تصعيدية جديدة وانتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول وفق بيان لها ونشرت مجلة جون أفريك وثائقة عبارة عن مراسلات رسمية تحمل ردود القنصرية العامة للجزائر في الدار البيضاء تثبت وفقها أن التمثيلية الدبلوماسية للجزائر في المغرب كانت على علم بإجراءات مصادرة المباني التابعة للسفارة الجزائرية في المغرب قبل عامين وأظهرت مراسلة نشرتها الصحيفة ذاتها أن الجزائر كانت قد أعلنت من قبل وبشكل رسمي قرارها بمصادرة مقر إقامة سفير مغربي بالجزائر العاصمة من أجل مخطط تهيئة عمرانية لمدينة الجزائر ويرى خبراء في العلاقات الدولية أن الأمر لا يتعلق بمصادرة بل بمصادرة قانونية وفق التشريعات المعمول بها في البلد صاحب الأرض وهي إجراءات معترف بها في جميع أنحاء العالم وترتبط بمصادرة استرجاع الملكية كما أنها لا تتناقض مع معهدات واتفاقية فيينا لحماية المقارات الدبلوماسية بما فيها السفارات والقنصريات وأثار التراشق المتبادل بين البلدين الجارين القلق مجددا من اتجاه العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ الرابع والعشرين أوت 2021 نحو مزيد من التأزم في وقت يأمل فيه الشعبان الشقيقان رأب الصدع وتقريب وجهات النظر لطير خلافات بعيدا عن أي تصعيد جديد لا يقدم حاضرة ولا مستقبل البلدين ترجمة نانسي قنقر